السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم شباب ان شاء الله في الفيديو ده هنبتدي بقى نكتب كود ونتعرف اكتر على الكنتكستي باي بس صلى عندي عليه الصلاة والسلام دلوقتي شباب انا زي ما قلتلك لو عندي داتا موجودة معينة مثلا في الاب خلينا نرسم السيناريو مع بعض ونشوف الكنتكست هيخدمني في ايه طيب دلوقتي انا لو عندي مثلا variable هنا سميته يوزر نيم مثلا ويشايل القيمة مثلا كريم بالشكل ده طيب الوسر نيم variable ده محتاجة شايره في كمبوننت زي اللي هو الميدل مثلا اللي هو الكمبوننت ده عملت هنا three components كمبوننت اسمه last وميدل وتوب تمام كده طيب محتاج اظهره فيه الميدل يعني انا محتاج اظهر هنا اقول له مثلا my مثلا h1 my username is وبعد كده كريم كريم دي انا محتاجة اجبها منين من الاب هتقول لي بسيطة جدا اندي هتيجي هنا وتقول له ميدل وتابعت prob هنا هتسميه username قلتلك دي طريقة ال props طيب محتاجين بقى نستخدم طريقة ايه طريقة ال context bi طيب خلينا نمشي مع السيناري الاولاني اللي هو ال props بتيجي هنا ال username وتابعت هنا ال username وبعد كده بتيجي هنا في ال props تقول له هنا props او ت destructure ال props زي ما احنا قلنا عن طريق ان انت بتقول له هنا username وبعد كده بتيجي هنا تقول له my username اللي جاي عن طريق ال props ودي طبعا خاصة به ال types فممكن ن disable ال types هنا ان ان احنا نشغلين نغلق بسكريبت طيب حلوه فهتيجي هنا في ال application بتاعك قال لك هنا my username is kareem مافيش اي مشكلة كريم دي جاي منين جاي عن طريق ال props عرفت منين ممكن تيجي هنا وتقول له هنا components طبعا دي ال extension الخاصة به reactive developer tool هتقول لك هنا في component اسمه middle شايل props او في شايل props هنا اسمها username والقيمة بتاعتها اسمها كريم الشكل ده طيب حلوه دلوقتي بقى انا ممكن اصعب عليك تمام ده top بالشكل ده فمحتاج اعمل له هنا import خليه نشوف مع بعض هعمل هنا import لل top component اللي هو ده وجوه top هنا هبتدي ارندر هنا اللي هو عباره عن الميدل اللي هو الاصغر منه تمام بالشكل ده ففي الحالة دي انا مش محتاج الميدل بالمنظر ده ويه طبعا هنا مش هيكون child props ولا حاجة ويه محتاج اطبع هنا نفس الكلام my username is kareem كريم دي محتاج اجيبها مني محتاج اجيبها من ال app اه طب دلوقتي ال app يرندر ايه هنا التوب ولو دخلت على التوب هيبتدي يرندر الميدل طيب ايه ده بقى لو انا هستخدم props هنعملها ازاي هاجي هنا هبعت للتوب بالشكل ده ومن التوب هاجي هنا جوه التوب هتستركشور البروب اللي اسمه username هبعته تاني للميدل ما انا عايز اعرض ال data دي فين في الميدل component وبعد الميدل اه خلاص وصلنا هو اروح هنا في الميدل بالشكل ده وابتدي اطبعه بالمنظر ده تمام كده ممكن نوقف هنا ال types بالمنظر ده يبقى ايه اللي انا عملته في ال app.jsx برندر هنا التوب حلووي طيب انا محتاج هنا اللي يظهر لي my username is kareem هو عبارة عن ايه عبارة عن الميدل component اه فانا محتاج اجيبي ال value بتاته عن طريق ال props فهنشئ هنا prop طيب هو بيظهر فين بيظهر في التوب فهنشئ هنا prop الشكل ده طيب ال username هتيجي منين هتيجي برده عن طريق ال props فعملت هنا prop باسم username لغاية ما وصلت لي ال app بالشكل ده هصعبها عليك اكتر وقال لك ايه وقال لك ان انا مثلا لو محتاج عرض ال data دي عندي هنا فين في ال last بالمنظر ده فهيكون عندي هنا component ممكن اقول له هنا import last مثلا from dot slash last بالمنظر ده ففي الحالة دي هعمل برده component لل last اسمه username الشكل ده وابعت ال value بتاعته ك username كل ده عن طريق الايه ال props الطريقة مش كويسة ان انت تشير بيها data between components لو انت عندك اكتر من component مرتبطين ببعا طريقة ال props مش هتخدمك زي ما احنا شايفين كده عملنا ايه هنا احنا بنيرد هنا top يبقى واحدة واحدة كده احنا بنيرد top دي ال data بتاعتنا اللي احنا محتاجين نشايرها ونوصل لغاية last component ففي الحالة دي هعملي هدخل هنا لل top هدخل هنا ال middle هدخل ال middle هدخل هنا ال last لغاية ما وصلت لي my username is username اللي هو جاي عن طريق props اللي هو جاي عن طريق props اللي هو جاي عن طريق props لغاية ما وصلت للاب شوف انا عديت على كم component تبتخيل بقى components دي مرتبطين ببعض اكتر بكتير كل شوية هتعمل props طيب نيجي بقى لفكرة ال context بقاي بيخدمني في ايه هنا ال context هي عبارة عن طريقة بعمل provide لل data بوفر ال data لل components ازاي الكلام ده باجي هنا ببتدي انشئ ال context عن طريق ان انا باجي هنا بره ال app تمام دي مش هوك انا هنا بأ initialize ال context عبارة عن طريقة ببتدي انشئها بتساعدني في عملية ال passing لل data طيب باجي هنا بقول له ايه مثلا ممكن اسميه هنا user name context بالمنظر ده وبنادي على مثل معينة في react بيوفرها لي اسمها create context باجيبها من ال react حلو حلو طيب ال initial value بتاعته ايه مفيش اي data حاليا كdefault value مفيش اي data عايز تحط هذا مفيش مشكلة طيب حاليا مفيش اي data طيب جميل جدا بعد كده ده كده انشأت ال context ايه دبقى ال data اللي هو هيوفرها لل components هو هيوفرها المين لل top اه هيوفرها لل top واللي جواه كمان تمام فهعمل ايه هنا انا ممكن بقى وفر ال context لل application كله فهاجي هنا اقول له ايه هقول له ده هيمثل component react بيتعمل معاك component ال component ده بيبقى parent لل child لكل ال application ففي الحالة دي هقول له user name context كcomponent بالمنظر ده هرب جوا كل حاجة ايه معنى كلمة rap اللي جواه هنا ال component ده محاوض بالشكل ده اللي هنا ال child هيوصل لكل الحاجة الموجودة اللي انا بعمل له provide في ال context زي فكرة بالضبط المين بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده ال strict mode هيطبق على كل حاجة في ال application فانا عامل هنا rap اللي اسمها rap ال strict mode لال application بتاعي بالشكل ده فنفس الكلام هنا انا بprovide ال data بتاعت ال context لأي حاجة في ال application بتاعي تمام طيب حلو ده ال context بعد كده ال dot هتلاقي حاجة اسمها provider تمام يبقى احنا هنا محتاجين ال provider احنا هنا بنوفر ال data لكل حاجة موجودة جوا هنا تمام طيب حلو هتوفر ايه فهيكون فيه هنا حاجة اسمها value ال value اللي انت هتوفرها هي ال user name بالشكل ده ممكن تضيفها بالمنظر ده ليه عبارة عن كلمة كريم تمام يبقى ايه اللي انا عملته انا انشأت ال context عن طريق المثل اللي اسمها create context بجيبها من ال react وassign تاع variable هنا عشان استخدمه وبعد كده قلت له ان انا هوفر provide لل data بتاعت ال context لكل حاجة موجودة هنا في ال application بتاعي اللي هي مثلا ال top طيب حلو ممكن واحد يسأل سؤال زريف هنا انت بتقول لي ال application كله فما تيجي تضيفه هنا في المين يعني انا ممكن اه فعلا ممكن اجي هنا initialize ال context واوفره لل application بتاعي كله تمام لجميع ال components مفيش اي مشكلة طيب حلو دلوقتي بقى انا جوه ال top هشيل ال props خالص خليني بقى اشيل كل ال props تيت تمام كده يبقى انا هنا مش هاعتمد على طريقة ال props انا هنا بعرض top بعد كده middle بعد كده last last بالمنظر ده اه وصلت ال last بقى محتاج اعمليه هنا شباب محتاج اجيب ال user name اه اللي هي فين اللي هي في ال context طيب انا هجيبها ازاي في ال context انا هنا وفرتها طيب ازاي هقدر consume ال context يعني يبتدي استخدمه اجيب ال data اللي موجودة فيه هو مش بيخزن هي عبارة عن طريقة معينة مش بيخزن data هعملها ازاي عن طريق ان انا بعمل حاجة اسمها consume بنادي على ال context طب انا هوصلله ازاي هنا نرجع بقى الفكرة ال modules ان انا اقدر اعمل هنا export لل context لما اعمله export هنا اه هقدر اوصلله في اي مكان ففي الحالة دي هاجي هنا في last وبعد كده اقول له ايه هنا اكتب كود جوافا سكريب هعمل كل هنادي على ال user name context اللي هو جاي من اعمل هنا control space هيبتدي يجيبه هنا من ال app طب هو انا لماذا احتياج اوصلله هنا عشان جوا حاجة اسمها consumer ال consumer ده هو اللي بجيب ال value اللي انا وفرتها هنا يبقى واحدة ايه اللي انا عملته انشأت ال context عملتله export ليه export عشان اقدر اوصل لل data اللي هو فرهالي اللي هي consumer انا هنا عملت provider تمام provide لل data طب محتاج consumer data دي محتاج اوصل الله فلازم اوصل لل context في اي component فعملتله هنا export لما عملت export هاجي هنا في last هبتدي انادي عليه بالشكل ده وبعد كده ادخل لي ال consumer بالمنظر ده ده طبعا بي مثل ايه مثل component زي ما اتفقنا الشكل ده طيب حلو اوي الكلام ده محتاج بقى اوصل لل data وعرض h1 فهاجي هنا جوه ال consumer هبتدي اقوله ان في function هنا callback function callback هترجع حاجة الحاجة المفروض بيوفر ال user name بالمنظر ده هي دي الطريقة معينة عشان اقدر اوصل ل ال consumer بتاع ال context طبعا هنا مش محتاجين the curly process لان هو هيتعامل معاملة component يبانا هنا عشان اقدر اوصل لل data بنادي على ال context بعد كده بدخل ال consumer وبعد كده بيتنفس جوه callback function ال callback function دي هي اللي عن طريق بوصل لل data اللي هو الفرالي اللي هي هنا user name في الحلقة دي بقول my username is و username اللي tree بتاعتنا addal provider بيوفر هنا ال data اللي اسمها كريم تمام و عندي هنا consumer مفروض هنا يرجع لي ال data طبعا هنا نحن نسينا نكتب return مفروض هنا curly presses سأبدأ رجع لان دي function لازم ترجع حاجة معاينة فلما اقول هنا return بص كده لا يحصل سيبتدي يتبع لي my username is كريم بالمنظر ده يبقى ايه اللي حصل هنا شباب دلوقتي عشان ابتدي انشئ ال context باي فبنادي على المثل اسمها create context عشان اوفر ال data بابتدي اقول هنا provide هتوفر ها المين لكل حاجة موجودة هنا ل top مثلا ففي الحالة دي هتوفر ايه هوفر ال username اللي اسم كريم هدخل top محتاجة توصل ال context هنا لا الميدل محتاجة توصل هنا لا انا انا اوصل في lost طب عشان توصل له محتاجة هنا على ال context ليه عشان اوصل لشيء اسمها consumer تمام ال consumer بتنفس callback callback دي لازم ترجع حاجة فبقول هنا في callback function هتتنفس هترجع حاجة اللي هو ال H1 لا يزر ما في الصفحة ممكن هنا تلاقي نفس النتيجة ما فيش اي مشكلة تمام ان شاء الله في الفيديو الجاي هنبتدي نستخدم ال context بطريقة بسيطة عن طريق ال ايه ال هوكس اللي احنا هنبتدي نستخدمه فيه هوكس مع use context بسيطة جدا بتسهل علي تعامل مع ال context ايبار اشوفك بخير في الفيديو الجاي والسلام عليكم